الفترة اللي فاتت هي فترة مهمة وفترة احتفالات وانبساط وسعادة بالفوز بالبطولة الافريقية هذه البطولة اللي كانت صعبة جدا وفي نفس الوقت كانت سعادة غامرة جدا بسبب صعوبتها عايز اسمع حضرتك وانت بتكلمني الاول على التتويج بالبطولة الـ 11 علشان بقى نتكلم عن الاهم بعد كده مبروك لمجلس دارة النادي الكابتل الخطيب جميع ده مجلس الدارة مبروك للعيبة مبروك للجاذب فني مبروك للجمهور بطولة بس انا بعد ماتش القاهرة لحظة فضل قلت الاهلي هيرجع بالبطولة مش هنتغلب لاننا عارف لعبة الاهلي فضل الله تعالى احتفال اللعيب الوداد بنا وانتقوله مش مع الاهلي الاحتفال الاهلي لازم تقفلوا لحد صفارة الحكم مش الاهلي لقى الاهلي رجع في وقت وفي ثانية وقى دقيقة وده اللي دايما مطمنة في النادي الاهلي والله فبطولة غالية جدا لكن ما انا مفيش لحظة والله بطولة مهمة بطولة كبيرة جدا غالية على الجمهور النادي الاهلي خب حياتك وفي نفس الوقت لان الماتش القاهرة كان هنا في مصر الفرق فيه هنا كابتن السام الفرق الفرقية بتاع من النادي 100 ألف حساب صدقني شوفوا شوش لعبت المغرب او تونس في النادي الاهلي احنا قابلنا كم فارين من شمال افريقيا السنة دي قابلنا تلاتة تمانية الرجاء الاربعة الترجي تلاتة فضل الله دي يوم ما يسمعوا الاهلي لان الاهلي كبير والاهلي نادي بطولة وبيعرف يجيب البطولة من مصر مش من خارج مصر قلت ولا في مشكلة بالعكس ده احنا قبل كده الصفاقيسي يا كابتن أبو تريكا قبل كده الترجي وفي نفس الوقت اتنين واحد احنا راحين وفايزين ولعبت النادي الاهلي في عشرين ديها بس معلش محترم في عشرين ديها خطوا بطولة كبيرة جدا النادي الاهلي على فترات طبعا مش هو اللي كنا لكن ده النادي الاهلي عشان الروح رجعت عشان القصة رجعت عشان الفنيات رجعت عشان الاقتدار رجعت اللعب حسد بوعي غير عادي وان الموت الشقرة بيقرف فقدروا بقى ان هم بفضل الله تعالى روح عالية جدا شغلك عاملة جاعة كتير جدا توفيه طبعا ثم الاجتهاد انا بؤمن بالاجتهاد ان اللعبة دي اجتهدت اللعبة دي ركزت اللعبة دي كان بدخلها الاسرار نرجع بالبطولة نفرح الادارة نفرح الجاز الفني نفرح الجمهور اللي منتظرنا جمهور النادي الاهلي اللي كان هنا انت ما شفتش الفرحة عاملة ازاي في الجمهور كان نفسي تسجل مصر في حاجة كبيرة ضربت في مصر كلها صح لا سجلنا يا جابت ده عاجة يعني هتلنا سميلة من الحاجة ده انت لو قاعد فات ايه ده فيه النادي الاهلي سجل هدفه اه ده النادي الاهلي فان شفتش احنا بقى احنا كنت انا عاود مع مختار وعاود مع محمد رمضان بحضر المبراه تفرجت يسا كنت اقولك تفرجت عام مبراه فيه طبعا رحت لرمضان انا رمضان ومختار حضركم كبت كبت محمد رمضان وكبت مختار براكش يعني قلت لهم هنتفرج وبأمر الله تعالى حتى ما ده غير في قلت لهم هتلعوش والله ان شاء الله هنتعاتل هنجيب جول ان كلنا كنا ثقة في اللعيبة لعيبة رجالة رجالة صرف رجالة واجه رائع رائع حقه زي اللي قابله اللي قابله اللي قابله بص يا سلام من الف سنة سبعة لحد الوقت كل الاجيالة مستغالي كلها رائعة وكله بيحاول طبعا اشرف حاجة انك بتحاول حتى لو خسرت بتحاول احتراما للكيان واحتراما للإدارة وكله بيحاول بص كبت الخطيب في حد بص حساب في حد الجاس في حد كله بيشتغل في صمت كل واحد مكانه بيشتغل هو ده النادي الأحلي فالله قصوده الجيل حقق بطولات وحقق متاع وحقق حاجات سيرة جدا للكيان وانا بشكره طبعا فيش كلام في نفس الوقت كل الدنيا فالقصوده كانش عندنا شك ولا حاجة في ان احنا لا اصبره ولما جيت جول بقى ما شفتش بقى الدنيا بقى دنيا عيس طبعا طبعا فده بطولة كبيرة وجميلة اه طبعا ترجمة نانسي قنقر